لماذا أكاديميات متخصصة في مجال الحساب الذيني؟ لماذا مثلا نقول بأن المدرسة العمومية أو حتى المدارس الخاصة ربما قادرة على سقل هذه المواهب أم أننا بالفعل بحاجة إلى أكاديميات خاصة تعمل مع أطفال نجباء كما قلنا في المقدمة لديهم ملكة الإبداع في هذا المجال؟ كما تعلمون السينوفل أن الحساب الذيني هو أنموضة العصر لأن التقنية هذه هي تقنية مستوردة من اليابان وكان لها الواقع الإيجابي على التلاميذ في المجال الدراسي دينا إذن أكاديميات المستوى الخاص فنعرف بأن البرامج التي تكون داخل المؤسسة التربوية هي برامج تخدع لبرامج وزارة التربية الوطنية أما البرنامج الذي ديناه هو برنامج شبه مدرسي إذن تكون القرية ديناه في أوقات لي خارج أوقات الدراسة كدروس تقوية لا ليس كدروس تقوية وإنما هو كدروس لرياضة من الرياضات أن هذا الحساب الديني هو رياضة للدين يعني يمكن أن نصنفه بحال باقي الرياضات مناهجكم من يكتبها؟ المناهج هي مستوردة من البرامج التي وضعوها اليابانيين وهي الآن موجودة عمر العالم كله وكتبقى المناهج وإنما الذي يعطي النتيجة وهو البيضاغوجية ترجمة نانسي قنقر